أهلاً وسلم بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الحلقة نجمة كبيرة كابتن أحمد ناجي زي كابتن مشرف ومنور ويعني منتهى السعادة والناس دايماً بتلاقيين يبقى تحك كده أولاً طبعاً أنا سعيد جداً إن إحنا في النادي الأهلي ومع جماهير النادي الأهلي كماهير مصر كلها طبعاً والساعدتي الأكبر إن أنا شفتك النهاردة لأن دوالي فطل ما شفتكش أنت عارف معزتك ومكانتك عندي صدر الحنائب نحن قبل ما يكمل بس صدر الحنائب بتاعنا كلنا بتحكين ده كله ويا رب يكون حلقة كده حلوة تعجب الناس ونبسيتهم ونساعدهم إن شاء الله دايماً حلقتك حلوة يا كابتن ودايماً ذكرياتك جميلة وواحد من صناعة حراس المرمى في تاريخ مصر يعني لما نيجي نتكلم على صناعة حراس المرمى في مصر نتكلم على طبعاً في كاباتهم كبار ولكن الكابتن أحمد ناجي دائماً اسمه بيظل محفور في قلوب كل الأهلوية وقلوب كل جمهور المصر يا كابتن ناجي هو الحمد لله يعني الفترة اللي شرفت بالعمل بيها في النادي الأهلي كانت بدأت تلت سنين صعبة شوية مع مستر ديكسي ومع جوبون فرير ومع الكابتن حسام شوية وكابتن فتحي مبروك شوية سنتين ثلاثة كانوا صعبين بعد كده خلاص بقى يعني كانت فترة فعلاً من أرقى وأزهى فترات النادي الأهلي من حيث يعني الفرقة عملت بشكل جيد جداً كان طبعاً تواجد مستر مانو الجوزيف الفترة دي كملنا فيها كملت فيها حوالي 13 موسم مع الفريق بالأول وطبعاً كان فيها طبعاً ارتباط الجماهير بالفترة دي كان ارتباط قوي جداً وانتو ما شاء الله كان فرقة يعني نبعدين على البنش مرتاحين يعني مجموعة لعيبة كانت قوية جداً بدتنا بفرصة ان احنا نعمل تاريخ كبير للنادي الأهلي طبعاً وبعدين لينا وليكوا طبعاً في الفترة دي هنتكلم في كل هذه الأمور يا كابتن ناجي ولكن خليني أبدأ كعادة برنامج سهرة معها بنحب نعرف الناس بدايتك وحياتك والدنيا مشيت إزاي لغاية لما جيت أعدت معي هنا النهاردة وكل جمهور الأهلي ينتظر هذه الحلقة تحديدة لأن أنا عارف ان فيها ذكرات كثيرة جداً ذاك فايل بيني وبينك يعني لأنك ردأ بالبداية البداية كفر الدوار طبعاً وانت بلدي يعني كفر الدار واسكندرية طبعاً وحلم ان انت تلعب في نادي كبير كان أنا بلعب في نادي غزل كفر الدوار وآخر الموسم أنا كان عندي 17 سنة وشهور كلت ممثل النادي في تحت 18 وتحت 20 وبقى احتياطي مع الفريق الأول فالسنة خلصت الفرقة ما سعدتش وما نزلتش يعني في آخر مباراتين المدرب كابتن ميني زاكي ما عرفش رحمة الله عليه ولا ربنا ادي له الصحة أنا مش عارف مش بتابه كان هو اللي مسك الفرقة وقرر ان هو يلعبني الماتشين الأخرينين في الدور العام في الفريق الأول من بعديهم كنا باللعب ده منهور في ده منهور ولعبت موراة كبيرة جداً والنتيجة كانت سفر سفر وانا طالع الباس كان فيه السيرد باك بتاعي يسمى أحمد نهد أنا فاكري يعني لو شفتك هنا تاني حاكسر رجلك ومش عايزة شوفك في النادي ايه ده قصة كده غير فانا استغربتنا عالماتش حلو قوي قال لي مش مكانك ده مكانك في حتة تانية ولازم تروح في النادي الأهلي اه عايزة وديك حتة تانية فهمت بعدين كده فهمت بس فحصل يعني ان انا عرفت ان بعض اللعيبة بتوقف ردار جايني يعملوا اختبار في النادي الأهلي اه اوكي فمن ورايا طبعاً كان فيه حارس مرمى في المجموعة حارس مرمى ومش عايزينك بقى معاهم وكان فيهم الحن طبعاً فأمي رحمة الله عليها عرفت فقالتلي لها هتروح تركب واسع عملتلي خريطة كده رحمة الله عليها تركب في آخر القطر وتنزل تتقابل معاهم في محطة مصر عادي كئنت معاهم بقى وده اللي حصل بالتحديد جابتلي لبس جديد وجابتلي جزمة جديدة معا ان انا كنت في غزل كفر الدور كان فريق يعني زي غزل المحلة فريق كويس فرقة من الفرقة اللي بتصرف يعني كانت في الوقت ده فنزلنا الاختبار كان الشيخ طه بني يديه الصحة والخير هو المسك الكابتن عوضين رحمة الله عليه وكان الكابتن محمول الخطيب راجع من لندن عامل غدروف الغدروف دي زمان كانت زي الصليبي دلوقتي اه انت فاهم كانوا بيعطع 18 غرزة الحاجات دلوقتي تبقى الغدروف دي زي اللوز منظر نقطة وكان بيتمرن اللعيب اللي راجع من الاصابة بقى ما كانش فيه استشفى وتجهيز كان متمرن اسبوع ولا عشرة يال مع الناشئين لحد ما يجهز وبعدين يطلع فوق فكان موجود في التأسيمة دي اللي حياتك كنت موجود في خلاص بقى التأسيمة اللي اختبارات اللي اختبارات بعد التأسيمة ما خلصت رحمة الله عليك كابتن عوضين وكابتن طه جامعونا انا فاكر طبعا حرن لو شايفنا النهاردة حيات يضحك اه وكابتن طه قال لهم انا طبعا عمري ما باجزب وكابتن طه طبعا اتعرف حلاقية بس انا هاجزب كذبة بيضة النهاردة ان انت ليك قريب هنا عشان كده احنا خدناك انت فلي كذبة بيضة كذبة بيضة اه ما عرفش هو فاكر ولا مش فاكر ربنا يدي له الصحة يا رب اه فهو بقال للجماعة كلكوا كويسين ولكم انه كان لعيب كويس فعلا اه وكان عطف رجب انا فاكر الاسامي اه وعلي عشور ومحمد ضفضع دول اللي الاربع لعيب اه فالحن تحمس تحمس شديد جداً قال له والله العظيم ملوء قريب هنا كابتن انا 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 ا أصدقائي كلهم. فبدأت من هنا بقى المشكلة بعد كده بقى الاستغناء. قبل بس ما اتكلم عن نوبس استغناء كابتن نادي. ايه ايه حرصت المرمى يعني ليه احمد ناجي حارس مرمى ما ودايما اللعبة اللي بتلعبت. أنا عمري ملعبت حاجة تاني. حتى في الشارع يعني. ايه في المدرسة في الشارع. وبعدين عندنا نادي غزل كفر الدوار من منت 13 سنة بقيت في النادي. فأنا معتاد جدا على جو التأسيمة ده أنا عملت في الاختبار دي. معتاد جدا على المباريات. ده الطبيعي. اه. اه. يعني بلعب عادي. شو ضربة المرمى عادي. اه بنظم الدفاع. انا بلعب درجة اولى به. اه. درجة اولى به دي. اصعب من الممتازة. اصعب طبعا طبعا. فأنا بلعب يعني. يعني فاكشي. لا انا بكلم في الشارع يعني. حتى في الشارع كانو بتقف جوه. عارس مرمى. اللي تبتين وتقف جوه. دوراتها ده مدنية اوز والحاجة. واللي اقلم تضيع واللي كاروستي. حط الالم في البتاعي يروح. الفا وقع مع ابو يا رحمة الله عليه. اه. الالم كان بتروح على طول. فجيت مرة اه يعني روحت حطت مكان الالم عصاية. اه. عشان مش. تعد. اه. بس بين غبائي بقى حطيت عصاية تخيلة شوية. قالك ايه الالم تخيل ده. اه. 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 فلا يعني. لأ من يومي انا ما 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 فكرتش في حاجة تانية. اه. ما فكرتش في حاجة تانية. خالص. خالص. اه. اوكي. اصلا من يومي. لعبت مرة جون هلدبول ادخل فيها تلاتين جونة عقت. اه. هلدبول باليد يعم يا راس اللي بضغط صغير. بس هو قبيل اول. اه. اه. طبعا اللي الليعب باليد غير الليعب. اه. اه. فمن هنا بقت انا في النادي القلي من سنة The 78. اه. اه. لحد دلوقتي يشوف انا عمري اا اتنين دخل على 62 سنة. انا أديك السحة جبت. فتقريبا يمكن دخل على 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 44 سنة في النادي القلي. اه. منهم تلات48 موسم مع مع الناشيين. كمدرب يعني. وعشر سنين نقصد دي مع الناشيين. وطلاتتاشر موسم مع الفريق اول. ما اسف الله مش. Lynn وجاء. ابدأ رحلة بقى الشغلة في قطر الأول وبعدين مع مستعمال الجوزيف إيران وبعدين رجحت على شغل المنتخبات وصلنا لقطة الاستغناء بتاعك في الدوار فعم عبدالبقال بقى بالحرفة بتاعته راح مطلع عليه أمره يحنك وراح سايبلوم شوات فلوسه ومشي خلاص ما خدش استغناء الحاجة عملها مرتين هو عم عبدالبقال في حياته معي ومعامتها رمضان في طنطا لكن كان قبل بس بنتكلم في ده الاختبارات كان الشيخطة هو الموجود الشيخطة هو الكابتن عواضين وكابتن حازم كرم رحمة الله عليه طبعا طبعا كابتن حازم الله أرحمه يعني لكن الشيخطة يوميها كذب كذب بيضا هو ما بيكذبش أبدا عمره هو طريقته وحياته كبن آدم وتعلمنا منه وتربنا تحت إيديه أنا دايما نقول عليه الأستاذ يعني أنا بعتبره أستاذي أوش